تعهد نواب من التحالف الوطني بالمضي باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي والتصويت على إقالته مشددين خلال مؤتمر صحفي مشترك بأن ما حصل في الجلسة السابقة من عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة الاستجواب بفعل تصرف كتلة الوزير البرلمانية ليحمي الأخير من الاستجواب النواب أضافوا أن ملف خصخصة الكهرباء يكفي وحده لإقالة الوزير الفهداوي لاقتصاره على شركات تابعة لبعض السياسين المتنفذين بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لجباية الأموال فضلا عن وجود عدة شبهات فساد مالي وإداري في الوزارة